مرحبا معكم خالد سوف أحبكم بسلسلة كتاب المواضية على قناة المعرفة بالعربية سوف تجدونا على فيسبوك ويوتيوب سوف أتحدث عن أكثر موضوع لحد الآن مطلوب مني الذي هو الإنسان داري أو كيف يكتب الإنسان داري فالطريقة اليوم سوف أشرح لكم فيها هي أنه الآن أول فيديو مثل ما لكم رأيته هذه أول فيديو أول فيديو سوف أشرح لكم كيف تعمل الإنسان داري من الصفر إلى المئة ثاني فيديو أو جزء ثاني من الفيديو الذي سوف يكون محطوط تحت بالتعليقات بعد أن تخلصوا هذا يذهب على التعليقات وذهبوا لكم سوف أرجعكم مثال عن الإنسان داري كاملة أنا كاتبها لكم سوف نشرحها من الصفر إلى المئة وأرجعكم كيف بناتها قواعديا وكل كلمات جديدة ولماذا كبناتها بهذه الطريقة ولكن الآن أول فيديو سوف أحجزه بس أنه فهمكم كيف الإنسان داري تنكتب بطريقة صحيحة ثاني فيديو الأمثلة سوف نرى أول شي كيف هي الإنسان داري؟ شو هي الإنسان داري؟ ما نسكريبر الإنسان داري فرا الطالة وما نتكر إلا لما نرياجير أو ناط الواحد بيكتب الإنسان داري لما الواحد بدو يحكي عن شو هو بيصن أو لما الواحد بدو يتفاعل عن شيء ما كان أفتا هيته إنسان داري يتيد نينيارس إنسان داري سبلتر الواحد فيه يلاقي بعظم الأوقات الإنسان داري بعواميذ الإنسان داري الموجودين بالجرائد ينو ما تسكريب عن الإنسان داري يتريكر من سين أوسيكت من خلال إن الواحد يكتب الإنسان داري بعبر الواحد عن رأيه أو نظرته إنسان داري إنسان داري إنسان داري إنسان داري إنسان داري إنسان داري عبارة عن نصبر هاني الواحد بيبدا يبرهن أو يورجي أسباب مقنعة دلنظرة معينة مشان يحاول يحل مشكلة أو يقنع التانيين أو ارتيقها آندرا فالإنسان داري بكلام تاني إنسان داري عبارة عن نص اللي نكتبه ونبعته لجريدة وهذه الجريدة تنشره لهذا النص بالعوامية التابعة لكي أن الناس تقرأ وتتفاعل مع هذا الشيء مثلا الإحتباس الحراري مما كان فيه يكتب إنسان داري يبعتها مثلا الجريدة ويكتب أنه يورجي برهان أن الإحتباس الحراري يحدث وأنه يجب أن نعمل شيء نبني سياسات جديدة ضد التلوس البيئي اللي عم يصير كذا كذا فالإنسان داري هي مثل تكست أو رسالة صغيرة تنبعت لجريدة لكي تنقرب الجريدة من قبل الناس الثانية كتير بيجيني أسئل لنا ما الفرق بين والإنسان داري والإنسان داري والإنسان داري هي جزء من ولكن تستعمل نفس نفس الطريقة اللي مبني فيها الارغمانتيرين تاكست ونستعملها للإنسان داري الفرق بيناتهم أن الارغمانتيرين تاكست يأتي أكبر من الإنسان داري ويأتي بلغة مثل نقول فصحة ويأتي مثلا بلغة مرتبة أكثر بيأتي بلغة بلغة عامية مثل الإنسان داري الإنسان داري على الإيد الثاني الإنسان داري بيأتي الرسالة ممكن تنكتب باللغة العامية بالسويدية ممكن يكون فيها شغلات ليس صحيحة قواعديا مثلا لماذا هذا الشيء؟ إنه الإنسان داري هي موجهة للجمهور جمهور يقرأ جرائد نحن هنا لا نتحدث مع سياسيين لا نتحدث مع ملوك مع رؤساء أو لا نتحدث مع علماء تانيين أو نحن مقعدين بالجامعة نحن نقرأ جريدة وريدنا نحاول نضبط حالنا للجمهور اللي عمي إيرانا فنكتب إنسان داري أما الارجمنتيران التكست فهو شيء نلاقيه بالتقارير العلمية نلاقيه بالتقارير الجامعات التقارير بحوث الارجمنتيران التكست نريد أنه مرتب أكتر وأكبر أكتر وجدي أكتر أكتر جدي أكتر من الإنسان داري فالكلام فيه يكون جدي وكلمات أصعب من الإنسان داري الإنسان داري هي تأتي أسهل ويأتي لغة عامية فيها نكتب باللغة العامية فهي الفرق بينهم أنا الآن أقوم بعمل هذا الفيديو عن الإنسان داري الموضوع الثاني الذي أريد أن تناوله هو الارجمنتيران سوف ترى فيديو بعد هذا سأتحدث عن الارجمنتيران لا تنسوا أن تشاركوا بالقناة لأنني سأأتيكم دائما الارجمنتيران التكست الآن نصل كيف يكتب الإنسان داري كيف من الصفر نبدأ نكتب أول شيء يجب أن نختار نختار تيس ما هي تيس؟ تيس يعني الجملة الرئيسية أو العنوان الرئيسي أو أهم جملة موجودة بالنص ممكن تقول لي ما الفرق بينه الربريك أو التيتل ما الفرق بينه عنوان لأي موضوع ثاني الفرق أنه هي نفسه تماما بسية تدعى بهاي الارنة تدعى تيس بارنة ثانية تدعى عنوان أو ربريك أو تيتل بالإنسان داري أو بالارجمنتيران نحن نستعمل تيس التيس فيكم تتخيلوه كمان هي مثلك أنه أنا كاتب موضوع مثلا ضد التدخين مثلا 500 كلمة إذا بدي إضغط هال 500 كلمة إلى 5 كلمات فشو أقوى شيء ممكن يكون أقرب للموضوع بهال 5 كلمات؟ مثلا سيكون أنه لازم لحنا نبطل التدخين لازم نحن نمنع التدخين منعوا التدخين حدوا من التدخين فعرفتوا كيف تيس تيس هي مثل أكثر جملة مصفاية تأتي من الموضوع بالنسبة للموضوع الذي نتناوله اليوم الذي هو يعني ابنه شقق جديدة فالتيس كما ترون كثير قصيرة وقوية أنه ابنه شقق جديدة وبمعظم الأحيان تنتهي بإشارة تعجب لأنه نحن نعطي رأينا بقوة أنه صار الوقت نبني بمعظم الأحيان نية لائقين هاتر فالتيس هي مثل كأنه بدينا نقول مثل العنوان بس لما نحن 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 نحكي عن أو تعجمي تيس فمنسميها تيس بدأ منسميها روبريك ثاني خطوة بيسكريف فارفور دوسكريفر إنساندران يي باكروند شرح لماذا أن تكتب إنساندران عطي خلفية يعني لحنا ما فينا نبدأ فورا نفوت نقول انه ابنه شقق جديدة يعني ما عملاقي شقق وكل الناس معصبة لازم نعطي شوية خلفية للقارئ لانه مو كل الناس بتعرف لحنا عن شو عم نحكي او او ما فينا نفوت لحنا بالجدال فورا لازم نعطي خلفية شوية انه مثل ما لكم شايفين هلا الشقق بالسويد صار في كتير ضغط هالكم السنة فلازم نبني شقق هيك 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 فعن نفوت بالموضوع شوية شوية ما نفوت فورا بالبرهان ما نفوت فورا بالاسباب فهي كتير ضرورية اللي هي الانليدنج او انليدنج او البرهان الخلفية الثالث خطوة والتي هي اهم خطوة لما الواحد دكتبين سنظري هي انه اه ابني برهان مقنع بدنا نبني عدة برهانات او اسباب مقنعة هاي الاسباب بدي تقنع اللي عم يقرأ هاي الانسان او هذا النص انه لحنا معنى حق انه لحنا نظرت نص صحيحة انه لحنا رأينا لازم يتطبق فلح تقول لي كم واحد لحنا كم برهان لازم نكتب او كم سبب او دعم لازم نكتب الاقل شي ثلاثة بتكتبوا بس الناس احيان تكتب او اربعة خمسة ما بهم بس مقاقل من ثلاثة لان نقدر نقنع الناس الثانية فالي يمكنكم تتخيلوا انه هون تأتي وقتنا مثلا لعبة التاس انه هلأ كل برهان او كل ارغمينت لحنا هلأ انا مختار هون ثلاثة للموضوع كل ارغمينت او برهان من هذول يريده يرجع الى التاس يعني يريده يقول انه هذا برهان رقم واحد هو صحيح لانه فاذا النتيجة لازم تكون التاس يعني البرهان رقم واحد هون او الارغمينت هون رقم واحد يوجد عدد قليل من الشقة الفاضية لذلك بيجنيا لغمينت هاتر ابنه شقة جديدا ففهمتوا عليه البرهان يجب دائما يرجع الى التاس انه يجب دائما يدعم التاس كل شغلة الارغمينت او البرهان الموجودة هون هي انه تدعم بالتاس الموجود فوق فهي البرهان الاول اللي احنا شفناه انه انه لازم نبني شقة جديدة لانه في عدد قليل من الشقة الفاضية الارغمينت تفو البرهان الرقم الاثنين انه المانيخول كان انتفليتا او كفو يوب الارستوديرا البرهان الرقم الثاني هو انه الناس ما فيها تنتقل وتحصل على شغل او ما فيها تنتقل وتدرس فهذا برهان ثاني فمشان هيك لازم نبني شقة جديدة فالبرهان الثاني مثل ماك شايفين انه اللي احنا عم نقول للناس انه الناس ما فيها تنتقل كيف ما كان وتحصل على شغل بقرنة تانية لانه ما عم تلاقي شقة بهذه القرنة او انه في جامعات بالسويد ومتل ماك تعفو انتو كل واحدة بقرنة ملحوشة فما فينا ننتقل كيف ما كان نروح لهذه الشقة وانه في بعض من الاحيان ما نلاقي سكن فهي مشكلة فهي بتعزز لحنا من التيس فهي برهان انه التيس صح لازم نبني شقة البرهان الرقم الثاني هو بوستاد بريست والشاكر انس فارت مارك ناند القلة بالشقق بتسبب سوء اسود فهي كمان مشكلة حقيقية فهي كمان برهان ثالث بيعزز ان لحنا ليش لازم نبني شقق جديدة فشايفين كل شغلة البرهانية انا عم اكد لكم انه كتير ضرورية الفرق بين الرسوب والنجاح هي انه تكون تكتبوا براهين او برهان يعزز من التيس تبعكم من الجملة الرئيسية اللي انتو خطرته فهلا بعد ما كتبنا البرهان البراهين اللي بده تقنع الناس انه ليش لحنا الصح بده نكتب شي كتير غيب اللي هو اسمه موت ارقيمنت ايه الخطوة الرقم 4 الموت ارقيمنت هو لما مثلا انا هلا كتبت عن الشقق وقلت انه او الشقق ما فيه شقق والناس ما تقدر تحصل على شغل ودراسة وإلى آخره ممكن يجي واحد تاني اللي طيب انت معك حق بس نحن ما فيه نبني شقق كيف ما كان لانه ستكلف كتير مصاري فهي تسمى موت ارقيمنت يعني يعني برهان ضدي وقت ايجا هون برهان ضدي فأنا كيف بدي دافع عن هذا الشي ففيني اسكر بالموضوع تبعي وبالانساندر تبعي هذا البرهان وحاول انفيه فهذا انا اللي قصدي بالموت ارقيمنت يعني برهان ضد يعني ننفي برهان ضدنا نحن الصح لما نكتب الانساندر ونبعثها للجريدة لسه ما لحق الزلمة يقراها ويقلنا رأيه بس فينا نقنع الناس بهذه الطريقة انه من الاصل لما يقول الواحد ايه اوكي معه حق هذا بس بتكلف كتير مصاري بعدين بيجوا مثلا بيقروا الموت ارقيمنت انه صح انت نحن عم نقول انه انت بتكلف كتير مصاري بس بنفس الوقت نحن لازم نبني اشياء جديدة لانه الناس بلشت مثلا تعيش بالاسود بلشت تساوي سوء بالاسود فهون وقت انا عم بنفي هاي البرهان اللي ضدي عم اقول انه البرهان اللي ضدي صح بس بنفس الوقت انه تطلعوا عم تسبب سوء سوداء اللي بالشقاء فبهاي الطريقة اللي احنا عم نجيله للقارئ بن اكتر من ارنة فموت ارقيمنت هي لازم تكون كتير قوية مشان تقنوا على الزلمة انه مية بالمية اللي كاتب هذا النص مهو حق فالموت ارقيمنت كتير الى قوية للنص طبعا بعدين سوء سوء لاحظوا انت الى حد الان احنا كتبنا التاس انه ابن وشاء جديدة كتبنا خلفية لشينا نكتب هاي الانسان كتبنا براهين انه ليش لحنا معنى حق وحتى كتبنا انه ليش كتبنا برهان ضدنا كيف ننفي البرهان اللي ممكن يجي ضدنا بس حد الان احنا ماعطينا حل للمشكلة فهذا اهم فينا نكتب in listening لازم نعطي حل فهو نقطة همامدة ترجع للتيس التاس احنا كاتبين الحل لكل هالمشاكل هو التاس احنا هي الحل لازم نرجع للتيس لازم نبني شئة جديدة نساعد الشركات الخاصة ببناء شركات ونعطيهم قروضة مثلا هذا حل كمان فينا نكتب in opening تشجيع لكي نحفز القارئ يكتب مقرأ الانسان ويقول لحاله اه اوكي انت معك لازم نقول هذا ونعمله هذا الشيء فهو تشجيع نشجع الناس الانسان ليس دائما موجود بالانساندارة بس لكي نحطه خط احيانا مطلوب احيانا مطلوب حسب فيكم تكتبونه لا يوجد خطأ بالاخير من ايه إنساندارة لما نكتب نحن نوقع باسمنا او باسم ثاني معظم الاحيان الإنساندارة لا نكتب فيها 99% لا نكتب فيها الاسم الحقيقي للشخص نكتب مثلا شخص غاضب او مثل ما انا هنا كاتب in ari heerysias يعني مستأجر غاضب ففهمتوا عليه كيف نحن من نهاية الرسالة لا نكتب اسمنا نكتب شيء ثاني إنسان غاضب او فبهاء الطريقة نكتب اسمنا طاحت ولكنها هي كتير ضرورية فلا تنسوها ف... اذا ح既كم توقفوا الفيديو السلسattform dramatically نكبركم لانا عبارة طبوع او هي كل الطريقة كيف قلوب ال komt اذا 52 years شوفوا إذا كانوا توقفوا وهلأ بعد ما وقفته وشفته بدنا نشوف كيف بعد ما نشوف كيف نكتبنا الإنسان دراء وكل هذه القصص بس كيف ننظمها بالحقيقة فشو الستركتور طبع الإنسان دراء سيكون الأول شيء اللي نكتب الروبريك طبعنا أو التس بهاي الحالة بعدين اللي نكتب النص بعدين اللي نكتب الأوف سين دراء يعني المرسل اللي هي كانت هون إن أري هيري سياست قبل ما نوقف الفيديو وننهي هذا الفيديو مشان تبلشوا بالفيديو الثاني وشوفوا كيف مكتوب الإنسان دراء أريد أن أعطيكم كلمات كثير مهمة مشان تستعملوها مشان تربطوا النساق مع بعضه دو كنا نفعل ذلك سامنهانك سورد فرات بيندائه بتكستين وكسامنهانك فكتستعمل الكلمات ربط للنساق مشان تربطوا النساق والنساق سوا فهذه الكلمات اللي أعطيكم له هون كثير مهمة بتفيدكم ليس فقط بالإنسان دراء كمان بالأرغيمنتير مثلا فين نقول فودي فوشتا فودي آندرا فودي ترادية فين نقول مثلا أولا كذا كذا ثانيا كذا كذا فودي ترادية ثالثا كذا كذا مثل ما اللي نكتب تشوفوا أحيانا بالجرائد أولا ثانيا ثالثا أو مثلا فين نكتب وإنسان وإنسان يعني على طرف وآندرا سيدان على الطرف الآخر مثلا على الطرف الأول وإنسان ناس معهم حق بهذه القصة وآندرا سيدان على إيد الثاني أو على الطرف الثاني لازم لحنا ما ننسى أنه الشئاء مهمة للعالم كذا 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 فهذه كلمات مهمة كمان في هاي الكلمة مهمة مثلا أو شاكين آر يعني السبب هو إلى آخره أو فين نبلش مثلا ب نبلش النص مثلا فين نقول يعني بداية مثلا بعدها مثلا يمكن يجي أريد أن أقول يوفي السيا كذا 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 للنهاية فين نكتب مثلا أو 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 يعني فين نكتب نهاية مثلا بعدها ممكن يجي أريد أن أقول أو أو أعبر أو أذكر كذا وبالأخير مثلا في يعني يعني تلخيصا ترجمته فهذه الكلمات التي أعطيكم لهذه اليوم إذا كفتكم هذه الكلمات إذا كنت ترى كلمات أكثر في عندي درس للكلمات المفيدة موجود قبل هذا الدرس رقم 6 بسلسلة كتاب المواضيع فهيكم ترى كلمات كثير مهمة وكل واحدة ما اعترجمتها ومحطوطها بالمثال و بظن هذا كان كل شيء لهذا الدرس الجهز الأول هلأ هاي النص جاهز هذا الفيديو الذي سيوقف و سترى الفيديو الثاني لكي نرى كيف كاتب الإنسان و كيف مطبق كل شيء أنا قلته فوق كيف مطبقه تحت فبتمنى أرى كون هناك و كلكتيل و كتيل